رياض الصحابة والخلفاء منار منيف لمن عرفا غياث الأنام بهديهم خيار عذول ومشورفا كبدر يضيء غياهبنا وشمس تنير لنا الهدفا فلا عز لا فخر إلا بهم ولا ذكر إلا لهم واكفا أحاط الحبيب بأنفسهم فصل الإله على المصطفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرحبا بكم في هذه الحلقة السابعة من سلسلة إسعاد الحنفاء بسير الخلفاء في هذه الحلقة سنواصل مع مواقف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ونخص بالذكر مواقفه بعد وفاة رسول الله سأسلم مباشرة وقد رأينا في الحلقات السابقة كثير من المواقف وحياة أبي بكر كلها مواقف لكن هذا الموقف العظيم الذي سنراه اليوم موقف أنقذ الله به الإسلام لقد أنقذ الله هذا الدين بهذا الرجل أبي بكر الصديق صاحب المواقف الجليلة صاحب الحكمة ورباطة الجأش صاحب الشخصية القوية والحنكة السياسية التي احتاجها المسلمون مباشرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم أن كثير من الصحابة لم يصدقوا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاءهم هذا الخبر خبرا فاجعا مفجعا وحتى إن كثيرا منهم لم يصدقه ومنهم عمر وما أدراك من هو عمر حيث وقف بسيفه في المسجد وهو يقول من يقول رسول الله قد مات أضرب عنقه لم يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر فدخل على الحبيب صلى الله عليه وسلم وأزاح الإزار عن جسد الشريف وقبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينه وشم منه رائحة طيبة فقال بأبي أنت وأمي رسول الله طيب تحي وميتا أي ما أطيب ريحك حي وميتا ثم بعد ذلك أرجع الثوبة وغطى وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تأكد من وفاته وخرج إلى الناس ولم يلتفت إلى عمر ولا إلى الناس الذين تجمهروا حول عمر حتى صعد المنبر وخطب خطبته وبعد أن حمد الله أثنى عليه قال أيها الناس أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ثم قرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وحينما سمع الناس هذه الآية ومنهم عمر خر مغشي عليه أي فقد وعيه ولما أفاق قال والله لكأني أسمع هذه الآية لأول مرة هذه الآية التي نزلت في غزوة أحد يعني قبل ثمان سنوات وعمر يقرأها ويكررها في كل صلاة وفي كل حياته ومع ذلك قال كأني أسمعها لأول مرة فات يقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وبعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع حدث جليل حدث كاد أن تهتز له دولة الإسلام من سيكون خليفة المسلمين من سيخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعين خليفته فوقع كلام ووقع نقاش المهاجرون يريدون أن يكون الأمير من المهاجرين والأنصار يريدون أن يكون الأمير من الأنصار فاجتمع الناس من الأنصار في سقيفة بني ساعدة وهي غير بعيدة من مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بستان أحد الأنصار ولا زالت معالمه إلى الآن تركت كما هي بأشجارها لكي يتذكر الناس ذلك الحدث الذي وقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الشيخاني البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس حينما رجع من الحج فقال في خطبته قد بلغني أن فلانا منكم يقول لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغطر النمر أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وتمت إلا ألا وإنها كانت كذلك إلا أن الله وقى شرها يعني كانت خلافة أبي بكر يعني فلتة وقعت في زمن كان ينبغي أن تكون فيه بسرعة وإلا لكان هناك شر خطير على الإسلام والمسلمين فبدأ أبو عمر رضي الله عنه يحكي هذه القصة قال وليس فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر وإنه كان من خيرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن علي والزبير ومن معهما تخلفوا في بيت فاطمة وتخلفت الأنصار عنا بأجمعها في سقيفة بني ساعدة لبعض الصحابة اجتمعوا في بيت فاطمة وبعض الصحابة الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت له يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فانطلقنا نأمهم أي نقصدهم حتى لقينا رجلان صالحان فذكر لنا الذي صنع القوم فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين قلت نريد إخواننا من الأنصار فقال عليكم ألا تقربوهم واقضوا أمركم يا معشر المهاجرين بمعنى لا تقربوهم وقد استطار بينهم شر لا تقربوهم حتى تقرروا رأيكم فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا هم مجتمعون وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل أي مغطى فقلت من هذا قالوا سعد بن عباذة فقلت ما له قال وجع يعني به مرض به وجع فلما جلسنا قام خطيبهم أي خطيب الأنصار فأثنى على الله بما هو أهله وقال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا وقد دفت دافة منكم تريدون أن تختزلون من أصلنا وتحضنوننا من الأمر أي تمنعوننا من أمر الولاية فلما سكت قال عمر أردت أن أتكلم يعني لأجيبه وقد زورت مقالة أعجبتني أي فكرت في بعض الكلمات أعجبتني وأردت أن أقولها أمام أبي بكر قال فأمسكني أبو بكر وكان أحلم مني شف عمر يصف أبا بكر قال وكان أحلم مني وأوقر وكان أعلم مني قال على رسلك يا عمر قال فكرهت أن أغضبه والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بداهته مثلها أو أفضل الكلام الذي قاله أبو بكر وخطب به أبو بكر كان أفضل مما كنت قد تصورته حتى سكت فقال أما بعد فما ذكرتم فيكم من خير فأنتم أهله أي ما ذكرتم ووصفتم به أنفسكم من الخير فأنتم فعلا تستحقونه وأنتم أهله ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي يعني لا يوجد حي من العرب فزبهد الشرف الذي قلتم مثلكم إلا هذا الحي من قريش أي إلا يعني مهاجرون فهم أوصط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أبو بكر أمسك ب يعني بأبي عبيد بن الجرح وأمسك ب بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين قال عمر فلم أكره مما قال غير هذه الكلمة فوالله ما كنت يعني أقدم لأن أقدم عنقي فتضرب أعظم لي من أن أكون أميرا على قوم فيهم أبو بكر قال فقال الأنصار أحد الأنصار تكلم قال أنا جذيلها المحنك وعذيقها المرحب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش بمعنى تختارون أميرا ونختار نحن أميرا فيكون الأمر فيه رجلاء قال وكتر اللغة وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف عبر قال خشيت أن يقع اختلاف وتشتت فقلت ابسط يدك يا أبو بكر فبسط أبو بكر يده قال فبايعته قلت أنت الأمير وبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أوفق من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم يعني في تلك السقيفة أن يتشتت الأمر وأن تكون هناك حرب أو يكون هناك خلاف ومعركة بين الأنصار والمهاجرين ولكن الله تعالى وقع المسلمين هذا الشر وثبتت الخلافة والولاية لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفي رواية أنهم لما قالوا منا أمير وملكم أمير فقال لهم عمر أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر أيكم يتطيب نفسه أن يتقدم خليفة على أبي بكر وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني قدمه للصلاة صلى خلفه وقدمه للصلاة فيعني عند ذلك استحكم الأمر وتيقن الناس أن هذا الاختياء الذي اختاروه هو الذي اختاره الله عز وجل لهم فكان أميرهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبعد ذلك خطب فيهم أبو بكر خطبة جميلة تستحق حقيقة أن تفرض بكتاب ليفيد منها المسلمون ومنها قوله رضي الله تعالى عنه أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم شوفوا تواضع أبي بكر لم يقل أنا خيركم وإنما قال لقد وليت أنتم الذين اختارتموني ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني إن أحسنت فيكم أعينوني على هذا الإحسان وإن أخطأت أو أسأت فقوموني أي أعينوني وأشير علي بالصواب الصواب الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد له حقه والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ منه الحق الذي أخذ وهكذا في كلمات جليلة عظيمة تدل على صدقه وأنه أحق بالخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد استدل الصحابة يعني على غير ما وقع فيه السقيفة بحقية أبي بكر بالخلافة بأدلة كثيرة ومنها ما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى ينّ باب إلا سد إلا باب أبي بكر الصديق ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر يصرح أنهما بعده عليه الصلاة والسلام وغير ذلك يعني من الأدلة الكثيرة والأحاديث التي دلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أومأ وأشار يعني إلى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به وبالحبيب صلى الله عليه وسلم وبآبائنا وأحبابنا في جناته جنات النعيم آمين والحمد لله رب العالمين رياض الصحابة والخلفا منار منيف لمن عرفا أحبابنا في جنات غياث الأنامي بهديهم فصلى الإله على المصطفى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر